خيل الأرنب الأم بعد ولادته لصغارة بتغادر الجحر وما رح تبقى فيه لرعايتهم والسبب هو خوفه على صغارة من العداء المفترسة لأنه الأرنب الأم إلى رائحة ممكن تجذب المفترسين إلى ولا صغارة أما الأراني بحديثة الولادة ما لا رائحة جاذبة لكن رح تيجي الأم بالأرض على صغارة مرة واحدة باليوم وتغادر بعد ما تقوم بإغلاق مخرج الجحر وبرغم من كل هذا الحرص إلا أنه الغراب بذكاءه من بين كل المفترسات رح يقدر يعرف مكان الجحر ويحصل على غذاءه من صغارة وأثناء فترة الحمل بتقوم الأرنب بحفر الجحر لأطفاله بطريقة متفرعة ومتشاعبة لعدة فروع شعب ورح تبني عدد من المداخل والمخارج كمان كل هذا لتسهيل هروب صغارة وصعوبة الحصول عليهم من قبل المفترسين وما بقدر أقول غير سبحان خلق سبحان من أبتع في خلق